برفض قرارات الرئيس الأمريكي بشأن القدس والجولان وبدعم السعودية جاء البيان الختامي لأعمال الدورة العادية الرابعة عشرة من قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة وأدانت القمة في بيانها الختامي نقل سفارتي الولايات المتحدة وجواتمالا إلى مدينة القدس ودعت جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى مقاطعة الدول التي افتتحت بعثات دبلوماسية في مدينة القدس تأكيد على همية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للأمة الإسلامية والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ عام 1967 وذلك طبقا للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن والتضامن مع الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال وحقه في حياة كريمة وبالنسبة إلى الجولان السوري أكد المجتمعون رفض وإدانة القرار الأمريكي الخاص بالاعتراف بزيادة إسرائيل على المرتفعات في مارس الماضي معتبرينه غير شرعي ولا يترتب عليه أي أثر قانوني وأعرب المجتمعون عن تضامنهم مع الرياض ودعمهم لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها القومي وإمدادات النفط كما أدانوا الهجمات التي تعرضت لها سفن تجارية قبالة سواحل الإمارات ومحطتين لضخ النفط في السعودية إدانة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المتبثلة بالاعتداء على محطات الضخ البترولية في المملكة العربية السعودية والسفن التجارية في المياه الإقليمية لدورة الأمارات وندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة واستضافت المملكة العربية السعودية ثلاث قمم مؤخرا في خضم متوتر بين الولايات المتحدة وإيران بدأ منذ انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي وبلغ ذروته مع إرسال واشنطن تعزيزات عسكرية مؤخرا إلى الخليج لمواجهة التهديدات الإيرانية